لف يا غالية وفكرينا باللي فات فكرينا بأحلى أيام وأحلى ذكريات الله على اللما حاولين الماكنا دي وعطب ليا اللهم صلي عنا بأي وكب مكنة البسكوت دي عندنا بتعمل إيه؟ هو العيد فرحة آه العيد فرحة بس اللي خلاه فرحة شوية البسكوت اللي بتعمله في البيت وشوية الكعك وصجان الكعك اللي ماشي في الشارع راح تسوا في الفرن آه والله ده كان زمان بس احنا هنعيد القديم يعني لما نروح الفرن النهاردة ونسأل على كيلو البسكوت بالشارع الفرناني هل ده يعقل؟ لا خالص هاتي بقى بطين وهاتي ربع كيلو سمنة وشوية الديق بتاعك ونعمل أحلى بسكوت لو عندك الماكنا دي يا سلام أنا هاجأ لفهالك لو ما عندكيش الماكنا هقولك تستبدليها بإيه؟ هنسمي باسم الله ونعمل أحلى بسكوت للعيد وليالي العيد وجمال العيد ولمة العيد بسكوتنا الجميل مش هنعمله بالزبدة عشان ما يكلفناش احنا هنعمله بالسمنة عندي 250 جرام سمنة بحرارة التلاجة يا جماعة يعني تبقى إيه؟ مسكة نفسها شوية بسم الله حطي المقدار كله في البولة السمنة بتدي راحة حلوة جدا جدا للبسكوت وهقولك كمان دلوقتي تستبدل البيض بإيه؟ عشان حلوة البسكوت بتاعتك تبقى خفيفة كده هتحطي 150 جرام سكر بودرة والسكر البودرة يا جماعة ياريت يبقى منخول هنقلمه بس كده بالمعلقة تقليبة خفيفة عشان اضيع معالم السكر واعمل بقى بالمضرب ما عندكيش مضرب تبقى واكلة اتنين بيضة كده وعندك بروتين كفاية في جسمك واضرب بقديك يا ست البناء يلا شد حلك بقى واضربها لي ضرب حتى تبيض يعني نحس ان هي خلاص قوامها كريمي وبيضة دي خطوة مهمة جدا في البسكوت والبوتيفورتس نوع السامنة بيفرق جدا هنا لاحظة ان هي بتفتحه معاك ازاي انا هشيل بقى المضرب منها وانزل بقى بالبيض والفانيليا بصوا انا ضربتها لحد ما لونها بقى فاتح وقوامها كريمي هحط على المقدار بتاعدي اللي هو حوالي عن خمس كبات دقيق وهقولك ليه حوالي بطين اتنين فقط لاغير هكمل العجن بايه هو ده سر من اسرار ان البسكوت بتاعك يطلع ناشف هنكمل العجن باللبن وكمان بيضة بعد ما نزلنا بالاثنين بيضة هننزل بقى بشوية الفانيليا بالرغم ان احنا هنعمل بسكوت النشادر بس عشان البيض لازم تكت الفانيليا واضرب تانية ست الفانيليا هندلنا نضرب بقى لحد البيض بتاعنا ما يختفي تماما تعالي بقى بعد ما ضربنا البيض في السكر في السمنة اركنيه على جبه وتعالي بقى نتكلم مع بعضك المكين بسكوتك بسكوت نشادر بس لازم يتحط له فانيليا ويتحط له بيكين باودر لو انا حطيت بيكين باودر كتير حينفخ يبقى ملازلس كده لو حطط له نشادر كتير حينفخ برضه يبقى ملازلس فلازم امسك العصاية من النص اعمل ايه في العصاية بقى احط نص معلقة من البيكين باودر تعالي بقى شو في قد ايه اهيه عشان ما يطلعش معاك ايه منفوخ وهنزل عليه بنص معلقة من النشادر طبعا النشادر ده في القلور بتاعنا ده اللي تربين عليه فبسكوت النشادر ده عشقي يعني لازم في العيد نعمل مقدار منه بسم الله بصوا شوية النشادر قد ايه كتر النشادر والبيكين باودر المرة التانية هو اللي بينفوخه قوي فانا عايزاي يبقى مقرمش ما يبقاش منفوخ للدرجة يعني هروح نازل عليهم هنا بكوباية اللبن بتاعتي كوباية لبن دافية صغيرة كده بسم الله وحديها تقليد فقلب كل الايه الحاجات الحلوة دي في بعضها قبل منزل على الخليل بتاعي بسم الله بصي بدأ يفور معايا ازاي وبدأ ينفش اهو بدأ يخمر معايا حلوة قوي انا في الحركة دي عملت كده ليه عشان اضمن تجانس او تقليب كل الخامات اللي انا حطيتها في اللبن ما حطاش هنا وشوية يبقى فيهم بيكين باودر وشوية نشادر والكل مايبقاش مع بعض لأ احنا كده قلبنا كله ببعض وننزل بقى ايه بسم الله على المقدار اللي احنا عملناه ونرجع نضرب كمان شوية ده كله قبل الدقيق يا جماعة كده احنا قلبنا كل الحاجات الحلوة دي في بعض طب تعالي اتكلم مع بعض كلمتين هو انت ممكن يا حرح بتاعجي البسكوت بالبيض كله اه ممكن ياخد معاك المقدار ده ياخد معاك خمس بضاء لكن انا لما بقلل البيض وبقى حط شوية اللبن بتنشف معايا البسكوتة شوية بتبقى خشنة لما اجا سقطها في الشاي بلبن ما تنهارش وتوغم عليها لا تبقى مسكة نفسها شوية ولما اجا رس البسكوت في علبة يقعد عندي فترة ما يتفتش حتى لو اتنقل ما يتهريش تبقى البسكوتة لها كيان ومسكة نفسها كده هنا انا عندي خمس كبايات دي اين هنزل بهم كلهم لأنا هنزل بهم على مراحل واشوف انا الخلط ده او الخليط ده عايز مني كم كباية بسم الله اللهم صلي عن نادي بصراحة اللحظات دي بتبقى كلها فرحة يا جماعة بتبقى لمين القسرة كده كان زمان طبعا كنا بنعجل في طشت اسمه وطشت العجين كان الجيران يروح لبعضهم النهار ده نعجل مع بعض وبكرة احنا عند الجيران والبتبادل لحد ما نخلص رمضان في الكعكة والبسكوتة مني فوق بسم الله بص هنقلب ازاي تقليبة خفيفة من تحت الفوق كده عشان الهوى اللي احنا دخلناه ما يطلعش مننا بصه بخفة كده لو انت عايزة بقى لون البسكوتة يبقى غامق ممكن تحطينه نص معلقة زعفران ممكن تحطينه معلقة بودرة برطقان يخليه معاكي غامق شوي او برطقاني كده اكلم الاكلات اللي كنا زمان بنغنيلها من فرحتنا بيها تعالي بقى موريكي العجينة عاملة ازاي بصيه ما شاء الله نعمة قطرية وجميلة وما خدتش لت والعجن منك يعني يا دوب لفناها فبعض كده بقت معاكي زي الفل لو حسيت ان العجينة تقلت معاكي اديها معلقتين لبن لو حسيت ان العجينة طرية معاكي ممكن تديها معلقتين دي حسب نوع الدقيق بتفرق حجم البيضة بيفرق كمية السمنة بتفرق انا قلتلك ربع كيلو سمنة بالظبط سكر بودرة بيفرق فخلي بالك من التكات اهم حاجة تزود دقيق تقليل دقيق توصالي للقوام ده يلا بقى المكانة بتاعتنا انت انا دورت عليها بص وجايبها من بقى الاسد ويلا بقى نعمل اين البسكوت بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلق عننا مين بقى هيلف المكانة انا ده هلف المكانة وانا اللي هسحب البسكوت وانا اللي هسوي البسكوت لفي يا غالية وفكرينا باللي فات فكرينا بأحلى ايام وأحلى ذكريات الله على اللم حوالين المكانة دي وعالطبلية بسم الله اللهم صلق عننا بأيوة كده وتلاقي واحدة بقى مستنية ايه تستلقف منك البسكوتة وهي طلعة كده بصي بصي حسب الطول اللي انت عايزين اهو اللهم صلى عنك حت البسكوتة بقى ايه زي الفل ما تلاقيهاش في اي مكان جمهور الجميل اللي حيجي ياخد البسكوت ويحطه على الصاج بصي البسكوتها الفيعة كده وجميلة والكيلو يرمي معاكي ما شاء الله عدد موضوع الماكنة ده حلو وسهل جدا شوية البسكوت بتوعنا ما خدوش معانا اي وقت وطلعوا معانا كمية حلوة وهنكمل كمان تعالوا بقى موريكم الرسمة التقليدية دي الرسمة الغير التقليدية النجمة بتاع الزمان فاكرينها لقيتها في الحاجات بتاعت الماكن اقول تجربها هناخد بقى الاستجان بتاعتنا على الفرن السخن لو هتسوي بره زي الزمان ما فيش مشكلة لو هتسوي عندك في البتجاز هتصبط الفرن بتاعك على امتين والشبكة في النص بالزبط مش هياخد عشر دقيق الصاج و هيطلع معاك على طول ايه نعيد جاه وصلوه وانا بقى بعمل شاي بلبن بصوا اللبن حتى شوية اللبن صغيرين بس مش مشكلة البسكوت بتاعنا غط على كل المواضيع شوية البسكوت دول من مقدار دي اللي احنا عملناه يعني هتقوم دلوقتي حالا تفرحي ولادك وتفرحي جوزك وتفرحي البيت كله وتعملي مقدار البسكوت بتاعنا ده لو عاجبك ست البنات ضعف المقدار وفرقها على الحبايب مقدار البسكوت بتاعك ده هيشجعك ما توقفيش قدام فرن ابدا ابدا وتسمعي الارقام الخزعبلية اللي احنا بنسمع عنها اليومين دول شوية السمنة من البيت وبطين وعملي لولادك احلى بسكوت بصي تعالي طبعا الرسمة دي النجمة بتاعت زمان فاكرينها وعملنا دي كميلة قوي قوي ورفيعة ووقت وتكسرت بصوا هش بالرغم ان البيت بتاعه قليل بس هش جدا جميل ورسمته تخفى وتسويته مفيش مأخدش عشر ده في الفرن تعالي بقى موريكي البسكوتة من جوه عاملة ازاي ومرملة بصيت 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 ولا البيت فور حاجة كده في منتهى الجمال تستاهل بقك تستاهل بق اولادك تستاهل اللمه الحلوه وتستاهل كبالك الشاي دي لبا اشبتم يا رب ان شاء الله في وصفتي